كرمت أشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة 30 مؤسسة وطنية تقديرا لشراكاتها الطويلة مع الجامعة أو مساهماتها في إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تقودها جاء ذلك خلال حفل نظمه قسم الخدمة المجتمعية والتواصل التابع لمكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأمريكية في الشارقة تضمن عرض فيديو للاحتفاء بدور المؤسسات الوطنية الشريكة في دعم جهود الجامعة على مر السنين من خلال بعض المبادرات المؤثرة كما شمل الحدث معرضا لصور الفوتوغرافية صلط الضوء على المشاريع التي شارك فيها طلبة متطوعون من الجامعة مع المؤسسات المكرمة منذ عام 2005 من جانب آخر التقت الشيخ بدور القاسمي 17 عضوا من مجلس طلبة الجامعة ناقشوا خلال اللقاء أفكارهم واقتراحاتهم وتطلعاتهم للحياة الجامعية وما بعدها وأكدت الشيخ بدور القاسمي أن آراء واقتراحات الطلبة ستأخذ بعين الاعتبار في رؤية الجامعة واستراتيجيتها ودعت أعضاء المجلس إلى غرس روح العمل الجماعي والإحساس بالمسؤولية وخدمة المجتمع في نفوس زملائهم